اشتركوا في القناة عن اعتزازه بالتاريخ العريق الذي تتميز به مملكة البحرين في مجال القضاء والانجازات الرائدة التي حققتها على هذا الصعيد جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة هذا اليوم في قصر الاصخير معالي نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ومعالي رئيس المحكمة الدستورية وسعادة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وعددا من القضاء حيث ادى القضاء القسم القانوني امام جلالته بمناسبة صدور الامر الملكي السامي بتعيينهم في مناصبهم قضاة في المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في العليا المدنية وقد هنأهم جلالته حفظه الله ورعاه وتمنى لهم كل التوفيق في اداء مسؤولياتهم ومهامهم الوطنية الجديدة تعزيزا وترسيخا لمبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون وعرب جلالته عن اعتزازه وفخره بقضاة البحرين الذين يحملون على عاتقهم امانة حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وضمان تحقيق مبادئ العدالة وسيادة القانون منوها باهمية الرسالة السامية لسلطة القضائية ودورها المحوري في نهضة المجتمع وتطوره واستقراره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر